سفر الخروج الأصحاح الثامن قال الرب لموسى ادخل إلى فرعون وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني وإن كنت تأبى أن تطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع فيفيض النهر ضفادع فتصعد وتدخل إلى بيتك وإلى بيتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك وإلى بيوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك وإلى معاجنك عليك وعلى شعبك وعبيدك تصعد الضفادع فقال الرب لموسى قل لهارون مد يدك بعصاك على الأنهار والسواق والآجام وأصعد الضفادع على أرض مصر فمد هارون يده على مياه مصر فصعدت الضفادع وغطت أرض مصر وفعل كذلك العرافون بسحرهم وأصعد الضفادع على أرض مصر فدع فرعون موسى وهارون وقال صليا إلى الرب ليرفع الضفادع عني وعن شعبي فأطلق الشعب ليذبحوا للرب فقال موسى لفرعون عين لي متى أصلي لأجلك ولأجل عبيدك وشعبك لقطع الضفادع عنك وعن بيوتك ولكنها تبقى في النهر فقال غدا فقال كقولك لكي تعرف أن ليس مثل الرب إلهنا فترتفع الضفادع عنك وعن بيوتك وعبيدك وشعبك ولكنها تبقى في النهر ثم خرج موسى وهارون من لد فرعون وصرخ موسى إلى الرب من أجل الضفادع التي جعلها على فرعون ففعل الرب كقول موسى فماتت الضفادع من البيوت والدور والحقول وجمعوها كوما كثيرة حتى أنتنت الأرض فلما رأى فرعون أنه قد حصل الفرج أغلظ قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب ثم قال الرب لموسى قل لهارون مد عصاك واضرب تراب الأرض ليصير بعوضا في جميع أرض مصر ففعلا كذلك مد هارون يده بعصاه وضرب تراب الأرض فصار البعوض على الناس وعلى البهائم كل تراب الأرض صار بعوضا في جميع أرض مصر وفعلا كذلك العرافون بسحرهم ليخرجوا البعوض فلم يستطيعوا وكان البعوض على الناس وعلى البهائم فقال العرافون لفرعون هذا اسبع الله ولكن اشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب ثم قال الرب لموسى بكر في الصباح وقف أمام فرعون إنه يخرج إلى الماء وقل له هكذا يقول الرب أطلق شعبي ليعبدوني فإنه إن كنت لا تطلق شعبي ها أنا أرسل عليك وعلى عبيدك وعلى شعبك وعلى بيوتك الذبان فتمتلئ بيوت المصريين ذبانا وأيضا الأرض التي هم عليها ولكن أميز في ذلك اليوم أرض جاسان حيث شعبي مقيم حتى لا يكون هناك ذبان لكي تعلم أني أنا الرب في الأرض وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك غدا تكون هذه الآية ففعل الرب هكذا فدخلت ذبان كثيرة إلى بيت فرعون وبيوت عبيده وفي كل أرض مصر خربت الأرض من الذبان فدعا فرعون موسى وهارون وقال اذهب اذبحوا لإلهكم في هذه الأرض فقال موسى لا يصلح أن نفعل هكذا لأننا إنما نذبح رتس المصريين للرب إلهنا إن ذبحنا رتس المصريين أمام عيونهم أفلا يرجموننا؟ نذهب سفر ثلاثة أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا كما يقول لنا فقال فرعون أنا أطلقكم لتذبحوا للرب إلهكم في البرية ولكن لا تذهبوا بعيدا صليا لأجلي فقال موسى ها أنا أخرج من لدنك وأصلي إلى الرب فترتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه غدا ولكن لا يعد فرعون يخاتل حتى لا يطلق الشعب ليذبح للرب فخرج موسى من لدن فرعون وصلى إلى الرب ففعل الرب كقول موسى فارتفع الذبان عن فرعون وعبيده وشعبه لم تبقى واحدة ولكن أغلظ فرعون قلبه هذه المرة أيضا فلم يطلق الشعب ترجمة نانسي قنقر